عيدتنا حفصة بنت سيرين رضي الله عنها حيث قالت الصيام جنة ما لم يخرقها صاحبها وخرقها الغيبة أستاذنا نتوقف اليوم عند هذا الأثر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله وبعد فما زال حديثنا موصولا أستاذ عمر عن هذا الأثر الطيب لسيدتنا حفصة بنت سيرين رضي الله عنها وأرضاه والتي تبين فيه أثر الصيام وتأثيره على الإنسان فالصيام بالنسبة للإنسان الصائم كالدرع للمحارب يقيه ويحميه إذا حافظ على صيامه من كل ما يفسده ويبطله أستاذنا الكريم يتساءل بعض الناس عن الحكمة من فريضة الصيام ومشروعيته فقد يظن ظن أن الصيام فيه تضييق على المسلم الحقيقة أن الصيام لم يشرع للتضييق على المسلم أو حرمانه مما أحل الله له من الطعام والشراب والشهوة وإنما شرع الصيام وكأنه مدرسة ربانية ودورة إلهية يتضرب فيها المؤمن على مراقبة الله عز وجل في السر والعلن يتضرب فيها المؤمن على حرمان نفسه من شهواتها ورغباتها يتضرب فيها المؤمن على اكتساب العزيمة والإرادة حتى يصير الإنسان سيدا مطاعا متحكما في جوارحه ونزواته ورغباته إنه تدريب على التخفيف من الطعام والشراب لتسمو روحه وتصفو وتتخلى للفكر والذكر إنه تدريب على التحلي بالفضائل والتخلي عن الرزائل إنه تدريب على التحلي بفضيلة الرحمة والإحساس بالفقراء والعطف على البائسين فإن الإنسان إذا ذاق ألم الجوع في بعض الأوقات تذكر الفقير الجائع في جميع الأوقات فيسارع إلى رحمته والإحسان إليه كما أن الصيام ينقل جسم من الفضلات الرضيئة ورطوبات الأمعاء ويشفي كثيرا من الأمراض بإذن الله تعالى كل هذا وغيره من حكم الصيام أجمله القرآن الكريم وصرح به في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون نعود إلى أثر اليوم حيث تقول سيدتنا التابعية الكبيرة حفصة بنت سيرين رضي الله عنها الصيام جنة وذلك كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة معنى جنة أستاذنا الكريم الجنة يا أستاذ عمر بضم الجيم هي الوقاية والسطرة والمانع ومنه سمي الترس بالمجن لأنه يحمي المقاتلة وسمي الجن بهذا الاسم لاستطارهم وقد اختلف أهل العلم في كون الصيام وقاية من ماذا فقال بعضهم هو وقاية ومانع من النار لأنه إمساك عن الشهوات والنار محفوفة بالشهوات فالحاصل أن الصائم إذا كف نفسه عن الشهوات في الدنيا كان ذلك ساترا له من النار في الآخرة وقال آخرون هو مانع من الرفث والآثام والمعاصي لأن الصوم يكسر الشهوة ويضعف القوة ويهذب النفس فصار وكأنه حجاب للمؤمن عن اقتراف الذنوب والآثام والخطايا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه حين سأله عن عمل يدخله الجنة ويباعده عن النار فذكر له مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بينما ذكر ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة أي وقاية وستر وحماية وعن نبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة فإذا كان أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل فإن امرء شاتمه أو قاتله فليقول إني صائم هذه الجنة وتلك الوقاية هي توق النجاه فينبغي على الصائم ألا يخرقها لا سيما بالغيبة والتي نص عليها هذا الأثر الطيب ولخطورة الغيبة وإفسادها للصيام حرص السلف الصالع على الحفاظ على صومهم وصونه من كل ما يفسده من غيبة أو كذب أو نميمة يقول زين العابدين رحمه الله حق الصوم أن تعلم أنه حجاب ضربه الله على لسانك وسمعك وبصرك وفرجك وبطنك ليسترك من النار وعن أب العالية قال الصائم في عبادة ما لم يغتب وإن كان نائما على فراشه وعن مجاهد رحمه الله قال من أحب أن يسلم له صومه فليجتنب الغيبة والكذب ويقول البخاري رضي الله تعالى عنه ما اغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة حرى اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين كان أثر اليوم عن التابعية الكبيرة سيدتنا حفصة بنت سيرين سيدتنا حفصة حفظة حفظة إنها محمد صين deposited سيدا حفظة الحفظ